الإعلان في مالي عن اختطاف عمدة بلدية تارغينت بولاية غاو شمالي البلاد حيث اقتاده قبل أيام مسلحون مجهولون من منزله إلى وجهة لا تزال مجهولة ولا تزال حيذيات اختطاف بابه للشيخ غامضة وهو اسم مشهور ورد كثيرا عام 2003 خلال المفاوضات الساعية إلى الإفراج عن رهائن أوروبي لمحتجزين في الشمال المالي كما ورد اسمه عام 2009 إبان هبوط طائرة تحمل كميات من الكوكاين بالصحراء المالية بالقرب من قريةه وقد اعتقل ونقل إلى باماكو حيث وجهت له تهمة الاتجار بالمخدرات قبل أن يفرج عنه بعد عدة أشهر من الاعتقال لعدم وجود أدلة تدينه وفق ما أعلن عنه المحققون وقد عرفت مالي خلال الآوينة الأخيرة تزايد الهجمات في شمال ووسط البلاد قتل فيها عشرات المدنيين والعسكريين وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تبنيها ويأتي تزايد الهجمات في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات محلية جزئية وأخرى جهوية إضافة إلى الانتخابات الرئاسية كما تأتي الهجمات والاختطافات ومجموعة دول الساحل تسعى لنشر قوة مشتركة إفريقية قوامها خمسة آلاف جندي على الحدود بين مالي والنيجر وبوركين أفازو وينتظر أن ينعقد خلال الشهر الجاري مؤتمر للمانحين في بروكسل يسعى للتعبية المالية للقوة المشتركة كما ينتظر أن تنتقل الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل من الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا إلى نظيره النيجري محمد ويسوفو وتنتقد المعارضة في مالي تدهور الأوضاع الأمنية في شمال ووسط البلاد وتدعو كيتا إلى تحمل مسؤوليته إزاء ذلك